قبل أن نروح لأخبارنا النهاردة وقبل أن نتكلم على أي حد نتكلم على جزئية مهمة وتخص الأندية والاتحادات المصرية ألا وهي تسويق المباريات تسويق المباريات بمعنى أن الاتحادات المصرية النهاردة برها طبعاً أكيد كرة القدم أكيد كل الأندية في مصر عايزة ما تشطل على أرضها بمعنى حقوق التسويق بين الاتحادات وبين الأندية تتلخص في الأدي أن أي مباراة على أرض أي نادي هي حق النادي حق النادي حق النادي ليه؟ عشان ايه ده بيصرف على لعبته منها بيجيب مدخل فلوس للعبة دي او للفرقة دي كويس؟ اتحادات المصرية الجماعية بصفة خاصة في مصر شايلة بعض الحقوق واخداها تبحها بمعنى ان الدوري والكاس واخدين حقوقهم كل بترات في العالم الدوري ملك الاندية والكاس ملك الاتحادية ده في العالم مبي ايجي نفس الكلام في الدوري الالماني في الدوري الفرنساوي في الدوري الايطالي في كل الدوريات بيدوا الاندية فلوس مقابل ان هم يقدروا يصرفوا على الفرق دي عشان ليه يصرفوا؟ عشان يطلعوا منتخبات عشان بعد كده حضرها كانت تحاد تقدر تسوى لعبتك في منتخبات تقدر تجيب بيها برضو فلوس ودعم الاتحاد وبتدي تشتغل عليه وتريد تقوي منتخبات المصرية الاندية دي النهاردة لو شفنا دوري كرة من زمان قوي كان عادي طلع بمليون جنيه وبعد كده تطور العصر معاه النهاردة الاتحادات كانت اتحاد اليد او اتحاد الكرة الطيرة او اتحاد السلة النهاردة فيه متشاط على ارض النادي الاهلي طب النادي الاهلي النهاردة عايز يزيع المتشاط دي عايز ياخد حقوق عايز حقه فيقول له اه والله ما ينفعش ما ينفعش تنقل المتش طب اوكي ما ينفعش تنقل المتش بحاج بايع طب يديني فلوس هي سهلة هي العملية سهلة زمان كانوا الاندية ممكن الاندية تبقى منفردة متشاطها على ارض ناديها. بس لما لو في اندية كبيرة واندية صغيرة عاملوا موضوع ربطة الاندية. لازم الاتحادات المصرية تفكر بشكل جدي جدا. ان هي وهي بتاخد فلوس لنفسها. لازم الاندية في دور المحترفين في التلات العاب الجماعية ياخدوا فلوس عشان يقدروا يعوضوا فارق الفلوس لان العملية بقت صعبة وبقت الارقام كبيرة جدا وبتعلى. ده مش بيزعلنا كنادي اهل. لكن احنا بنقول ان ده حق للنادي ان ما تشاطه على ارضه تتزيع. تابعه. هو اللي يقرر. لكن الحلاكة النهاردة هتقول اصل ده موجود في اللايحة. اصل ده موجود في حتة الفلوس. انا اسف. حضرتك الوضع ده في العالم كله. في اي دولة في العالم فيه بتلطين. في بتول اسمها دوري وفي بتول اسمها كاس. الدوري يدول الاندية. لي يدول الاندية عشان يساعد ويصرف على اللعبة. عشان ياخد لعبين متميزين يروح بيها المنتخبات. فيقدر يعمل منتخبات قوية. وحاجة بتاخد دعم مختلف شوية من الدولة. فبتبتيت تصرف على منتخباتك بشكل مختلف. بطولة الكاس بتاعتك كلها. كاتحاد. لكن النهاردة لازم شوية تاني للتحادات تراعي هذا الموضوع. لما تيجي تعمل تسويق للمطشاط. لازم الاندية تاخد حقوق. او اهل حاجة الاندية لازم يكون فيه موافقة كتابية من نادي ان هو بيحق. لان ده المنتج بتاع النادي. منتج النادي اللعيبة دي هو اللي بيصرف. هو اللي بيصرف على اللعيبة دي. هو اللي بيتفع عقدها. هو اللي بيصرف عليها. هو اللي بيديها كل حاجة. وفي الاخر حاجة بتاخد اللعيبة دي بتنقي. من اللعيبة دي كلها منتخب مصر. فلازم الاندية يبقى لها حق. هنفتح الملف ده مع كل الناس. مع كل رئيس التحاد. هيجي عندنا ونتكلم معاه. عشان نعرف الحقوق دي. لان حقوق دي حقوقه بقت فعلا مهمة جدا. لان الارقام في الألعاب الجماعية بدأت تختلف وبدأت ترتقي لمستوى أرقام كرة القدر نتمنى من رؤساء الاتحادات التلاتة الجماعية تانية هو يشوفوا بصة وينزولوا نظرة لكل الفرق مش بنتكلم عن نادي الأهل بنتكلم عن نادي الأهلي وكل أنديت الدوري في كل الألعاب لازم في نادي يقدر يصرف على عيبته وفي نادي ما يقدرش يصرف في نادي ما يقدرش يصرف ده لو خد دخل ميتين تلتمائة ألف ونصف مليون أي رقم هيبتدي يصرف هيبتدي يجمد العيب هيبتدي بالتالي يعود بالنفع على حضرتك كالتحاد مصري نتمنى ده يحصل نتمنى اللقاءة تحصل لأن القوانين كتيرة قوانين والرياضة لما نزلت أو قانون الرياضة لما نزل ادحقوه كتيرة للأندية والدحقوه كتيرة للتحادات نتمنى مرة تانية نراجع نفسنا عن هذا الموضوع موضوع التسويدي موضوع مهم جداً وهيتفتح عندنا هنا في ألعاب الصلاة